المثل الشعبي الذي يتدوله المصريون في الشوارع هو أن التاجر لما يفلس يدور في دفاتر القديمة فهل يعني العودة والبحث في دفاتر تجربة مفترض أنها تعرضت لسيل من الانتقادات كان لها إنجازات وكانت عليها الكثير من الملاحظات التي تعرض لها الكثيرون بالنقد هل يعني ذلك حالة من الإفلاس السياسي مثلا بحيث أن المصريون لم يستطيعوا أن يطوروا تجربة جديدة تليق بزمن مختلف هذا هو السؤال الذي أطرحه من جديد على ضيفي الأستاذ أحمد الجمالي الكاتب الصحفي والقياد المصري يعني حتى لما التجرب يضوف في فترة القديمة احتمال يبقى له دين منسي عند حد يعني فترة كان كريم قوي وكاتب ديون ما بيستردهش من الناس احتمال يكون عنده أصول في حتة معينة مرة تسردهش فمش عيب أن الإنسان يدور في فترة القديمة بس هو مش محتاج لحاجة مش هدور ودائما التاريخ ليس هو الماضي فقط إنما التاريخ هو العلاقة القائمة بين الماضي والحاضر والمستقبل هذا هو التاريخ وإنه الذي لا يستطيع أن يستقرأ تاريخه وأن يبني الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام ومن هنا جاء ما يسمى بفلسفة التاريخ في فرق من التاريخ عليها همزة إن أنا سجل كيومة عملت النهار ده التاريخ التاريخ هو أن حد يجير اللي أنا كتبته ويحلله وينقوده ويكتبونه ويدور على العلاقات ويفهم الورد فلسفة التاريخ هي الدروس المستفادة القوانين اللي بتحرك التاريخ يعني لما جاء أقول مثلا الفيلسوف البريطاني طايم بمسلا لما ده مصر قد بالدهل لبريطانيا في كتابه بتاع دراسة في التاريخ حوالي خمسين مرة ضعف بريطانيا فقالوا له ليه دي بلدك بريطاني قال لا لأنه مصر لا تاريخ لا فيه فلسفة في التاريخ لما يجوا حاسم جيمسي هنري بريستيد فجر الضمير ويكتب كتاب اسمه فجر الضمير ويخطب البشرية كتبه سنة 1932 ويخطب البشرية كلها يقول لقد اكتشف المصريون الأخلاق وفكرة الضمير والمعايير الأخلاقية قبل الأديان السماوية بألفين سنة ولما تقري هنري بريستيد هتعرف يعني إيه مش حضرك هتعرف هيعرف القارئ يعني إيه تاريخ يعني إيه دروس حركة التاريخ ومن هنا استحضار جمال عبد الناصر وفكرة اعدام البطريارك ما تركبش في الحالة دي لأنه ما زال حتى هذه اللحظة في فرنسا تغذل مجلة عن نابليون اللي مات من 200-300 سنة طيب أنا ممكن أفهم فكرة أن يكون هناك قائب يمثل مجموعة ما من القيم وبالتالي يتم استدعاءها وأحيانا حتى أسطرته والتاريخ مليان زي بحضرتك تعلم جيدا بقصص لقوات عزام ربما تتجاوز الأسطورة عنهم أكتر حتى من حقيقة اللي أنجزوه على الأرض لكن ما لا أستطيع أن أفهمه هو أن عدم تجاوز الحالة دي اللي بعدين حضير حضير حتى تتجاوزي إيه يعني لما تيجي أنت النهاردة تقولي محمد علي محمد علي عمل مدبحة الألع ومسك الشيخ عمر مكرم وقال له روح ضمياته يا تدفع مش عارف كام محمد علي النهاردة لحد يش بص المدبحة الألع ولا اللي عمله مع الشيخ عمر مكرم ولا إلغاء الالتزام بيبص المحمد علي الأناطر الخيرية ونظام الرأي والصرف وبناء الجيش المصري ومدرسة الطب ومدرسة الهندسة إلى آخر وتطوير طواقف الحرف إلى المصانع يبقى في التاريخ باستمرار ما يسمى بحسابات التاريخ وليس حسابات البقالة حسابات البقالة اللي هي بقى إيه ده ضرب فلان كف وشعر الحبس اللي ما يفعش اللي بيحسل كلما كان الحاكم أو كلما كان الفرد التاريخي تعبيرا عن ثوابت الوطن اللي بتغيرش النهاردة لما جاقول جغرافية مصر اللي استجاب لها تحتمس ورمسيس وأحمس ومن مضى وعده مصالح ألوان وقطز وبيبرس وعلي بيل كبير ومحمد علي جمال عبد الناصر هتكتشفي انه فكرة الأمن القومي المصري الذي تحدث عنه تحدثت عنه متون الكتب القديمة المصرية لما يقول ان الملك المصري القديم خرج من مصر ليؤمنها من قرن الأرض إلى المياه المعكوس قرن الأرض اللي هو بلاد بونت اللي هي القرن الإفريقي اللي هي باب المندب إلى المياه المعكوس اللي هي منابع ديجلة والفرات لأن المصر كان متعصب أول النيل كل نهر ما بيجيش من الجنوب إلى الشمال يبقى نهر معكوس فلما يبقى المصر القديم قبل اكتشاف الجغرافة السياسية وقبل الجيو بوليتيك وكل الكلام المجعلس الكبير ده يكتشف هذا الموضوع الذي أكدته الأيام وما زال قائما حتى هذه اللحظة ان احنا أمننا من شمال سوريا مش من فلسطين وبتالي تصبح فلسطين قضية مصرية عبد النصر استجاب لهذه المعطيات وطور عليها احنا مطلوب من نطور نعمل الوقت المطلوب من نطوره دلوقتي ان احنا نشوف أين أخفق عبد النصر لو قلنا أخفق مثلا في علاقته مع عبد الحكيم عامر والفرد والأخيره نقول انه لا ينبغي ان تطغل علاقات الشخصية والصداقة على الصالح العام وده نحسب فيه بالدم لما ينجي نقول انه في موضوع الادارة الاشتراكية من غير الاشتراكيين زي الرأسمالية اللي اتعاملت من غير الرأسماليين هي الرأسمالية المصرية بعد كده اللي عملت التجربة بتاعت الستاذ حسن مبارك جات الرأسمالية حقيقية مش رأسمالية حقيقية جميل انما اللي عايزة وصله بقى في الاخر كيف انا استطيع في تجربتنا المقبلة لو هنعمل نظام اقتصادي معين نحط الناس الصالحين في هذا النظام الاقتصادي بحيث انه لا يفسدوه زي ما افسدت الاشتراكية ولا يسرقوه زي ما سرقت الرأسمالي هذه الدروس المستفادة حتى نصل الى هذه النقطة دعنا ان احنا نتوقف قدام المشهد زي ما هو في هذه اللحظة احنا بنعمل كده قطع في طبقات الملفة قطع قطع عرضي زي ما بيقولوا او طولي بنحاول ان احنا نفهم المشهد ونحاول نفهم تفاصيله في التقرير التعليد دعونا نشاهد يوم بعد يوم تزداد حدة الاشتباكات والعنف بين جماعة الاخوان المسلمين وقوات الامن انصار الجماعة لم يكف عن التظاهرات حتى الان وكل يوم تسقط الضحايا جراء اشتباكات اما مع قوات الامن او مع الاهالي الذين يرفضون تظاهرات جماعة الاخوان المسلمين حدة التظاهرات وعنف المشهد في الشارع المصري لم تمنع السلطات من الاستمرار نحو خطوات خارطة الطريقة فبعد اجراء الاستفتاء على الدستور بدأ الحديث حول الانتخابات الرئاسية واعلن الرئيس المؤقت عدل منصور اجراء الانتخابات الرئاسية اولا قبل البرلمانية لم يكن في وسع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا ان يتطلع باحترام واجلال لرغبة الجماهير العريضة في ترشح الفريق اول عبدالفتاح السيسي ترشح السيسي امر طالبت به نسبة كبيرة من الشعب المصري واتفقت حوله بعض الاحزاب وبعض المرشحين الذين انسحبوا من سباق الانتخابات لكنه في نفس الوقت لاق تحفظات من البعض واعلن عدد من المرشحين انهم سيستمرون في مواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة الحديث حول الانتخابات الرئاسية صاحبه حديث عن تعديلات وزارية متوقعة كما اعلن حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ان الوزارات المتوقعة تعديلها هم الدفاع والانتاج الحربي والتعاون الدولي المناخ السياسي في مصر اصبح متناقدا ففي الوقت الذي تتصعد فيه اعمال العنف والعمليات الارهابية نسير بخطوات سريعة في خريطة المستقبل ومع وجود مصريين مصرين على التظاهرات والاحتجاجات يتواجد مصريون كل املهم لاستقرار والامان ايمان الحويزي قناة دريم لو جمعنا تفاصيل هذا المشهد نجد بخلاف حالة الانقسام وحالة العنف اللي رصدوا هذا التقرير نجد ملامح اخرى نجد البحث عن مشروع للدولة نجد التنقيب في المشروعات القديمة ونجد ايضا مخاوف من استدعاء ما وسمى بعض هذه التجربة من استبداد انجازة المطلق عليه كذلك ومن صعود كهنة وحملة مباخر قادرين على افساد الانبياء زي ما بيقول البسطاء هل لديك نفس هذه المخاوف سيد احمد هي مخاوف قائمة في كل عصر وفي كل مكان هي مخاوف قائمة مستمرة ولابد من التنبه اليها يمكن انا كتبت عدة مخالات فهذا الموضوع وانتقط حملة المباخر واللي بيحاول من دلوقتي يقلوازه العمامة زي ما بيقول الفلاحين للحاكم الجديد اين كان هذا الحاكم الجديد وانا اعتقد ان اي حاكم جديد لازم يجي محصن لانه شاف قدامه اللي حصل يعني شاف قدامه حاكم بدأ بقال الكافة مالوش جيوب وانا اسم فلان لانا عبد الناصر ولا انا السادات وبالتالي انا مش هتغر لانا عندي زعمة عبد الناصر ولا عندي دهاء السادات انا زي ما انا كده مره ارى مره ابتدوا يحصلوا ابتدوا يفيلوا عليه ابتدوا في الاخر يبقى معزول لوحده وقعد على البحر طول النهار مفكرش في حاجة انا طبعا هي مخاوف قائمة ولابد من التنبه اليها بس عدم ومبالغة فيها يعني عدم ومبالغة بمعنى ايه بمعنى ان انا مش لازم اهين الحاكم عشان ابقى ديمقراطي مش لازم اعمال على بطال بنتقد وبعرض والاخر انه لابد ان يكون هناك هدف للمشروع الوطن على سبيل المثال ده مش كلام صعب على رجل زي حضرتك قدر القدر الاكبر من حياة وهو في موقع المعارضة ان هو يجي يقول انا مش لازم ابقى معارض طول الوقت لا لا مش معارض طول الوقت بمعنى اعمال على بطال لما اجي اقول فيه هدف لما اجي اشوف الدولة العبرية اللي اسمها العضو الصهيوني عندي مازالت هكتشف انه العمل والليكود والشينوي والحكمات اللي لابسين طواقي وعملين ضفاير وعادين طول النهار يعملوا كده ممكن يقطاه دون بعض الا ان الجميع يتفقوا على هدف واحد هو وجود دولة اسرائيل وقوتها وتفوقها على جميع جيرانا فلسطوب انا هعارض من اجل مصر المتماسكة القوية الممتجة المتوازنة الفئة ديمقراطية وفيها عدل والتي تلعب دورها في محيطها ويبتدي تبقى كل مهمتي ان لما مصر القوية او مصر المتوازنة المتماسكة القوية التي تنطلق لدورها في محيطها في دوائرها الافريقية والاسيوية والعربية والعالم كله ازاي ما استفزش جهات اخرى عشان ما تحشش وسط زي اللي حصل قبل كده مع محمد علي وعبد الناصر ده اول دروس التجربة ده درس ده درس محمد علي العبد الناصر خلينا نتوقف على اللحظة دي واسمح لنا اسف بعطبات حضرتك لكن احد الاخبار التي بدت اليوم على الساحة واللي احنا بنضفها لتفاصيل المشهد اللي بنحاول نحنا نشخصه اللقاء الذي جمع بين زعيم حزب مصر القوية دكتور عبد المنعم اول فتوح وبين سيد عمر موسى رئيس لجنة الخمسين وكواليس تحدث عن هذا اللقاء لكن التفاصيل الذي تم تناقلها عبر وسائل الاعلام ان دكتور عبد المنعم اول فتوح اغلق تماما في هذا اللقاء باب ترشحه الذي عاد ليفتح منذ ايام قليلة وقال انه لن يرشح نفسه للرئاسة هل حدث هذا بالفعل بس تمع الى تأكيد او نفي من سيد احمد امام المتحدث باسم حزب مصر القوية سيد احمد اتفضل مساء النور احنا الاطار اللي كانت في اللقاء هو الاطار الودي اللي بتجمعنا دي علاقتنا مع كل السياسين مصريين دكتور عمرو موسى المستيد عمرو موسى اللي كان دار الدكتور عثنا فترة مرضه وفترة وكان المفروض ان الدكتور يرد هذه الزيارة في اطار العلاقات الودي وبالطبيعي جدا ان الحالة السياسية والشان العام هي ما تشغل بال كل اللي عاملين في السياسة في هذه العيام وبالتالي المواضيع للامور العامة الدكتور عمرو موسى وفتوح مزيش حاجة في كلام متغير هو كان صرح قبل كده من فترة انه لا يرغب في اطرشح الانتخابات الرئاسة وانه لها جد جديد في هذا الموضوع ولكن احنا بالتأكيد في متغيرات على الساحة كل يوم في اجتماعات هتم الهاء العليا للحزب والمكتب السياسي ومشاورات مع اطراف اخرى قد من خلالها يتم اتخاذ يتم من خلالها اتخاذ القرار سواء كان بمنصاركة بالدكتور عبد منعم أو جير الدكتور عبد منعم او ده محد من خارج الحزب او حتى لو لم نرى ان هذه العملية توفر لها الشروط انها تتم في بيئة يعني هذه الزيارة لو كانت زيارة شخصية زي ما حضرتك بتقول يا سيد احمد بكرتش حتى تصدرت الصفحات الرسمية لاصحابها زي سيد عمرو موسى معروف موقف حزب مصر القوية وحزب موقف دكتور عبد منعم قبل فتوح حضرتكم قطعتم لاستفتاء على الدستور كان لكم موقف واضح من لجنة الخمسين وبالتالي هل يفهم ان في تغير في هذا الموقف كان محل تشاور في هذه الزيارة لا الخلافات الدستوريسية لا تعني لا تعني القصيعة طول الوقت بنقامل كل الاطراف وعندنا استعداد نقوم بمعجمية الاطراف طول الوقت وده انا هجينا طول الوقت ونقوم بكتور عبد الميناء وبالتالي الزيارة انا شايف خلناها في زيارة في سياق عادي جدا مفيش فيها اي نوم للتعديلات والتشاور وتماع وقعات النظر الاخرى وعرض ورجنة نظرنا دي بالتأكيد حاجة مهمة طول الوقت لازم نعملها ولازم من الاطراف التعديلات الوقت لتعملها لان احنا من وجه نظرنا لابد ان تجتمع كل الرقاية الوطنية بغض النظر عن اتجاهاتها او افكارها على الخروج من المأذق الحالي اللي بصور بيبارش اما بالنسبة للمجهود الحالي السالسة عليه بشكل واضح جدا موقفنا بالنسبة لانتخابات الرئيسة لم يتغير وهنقل الموقفنا ان شاء الله بشكل وبنسبة للدستور يا سيد احمد وبنسبة للدستور اللي تم الاستفتاء عليه في ظل مقطعتكم ليه طبعا لكن انتعرف ان احنا كنا كانت بداية بكداية عملنا في الدستور احنا كنا عايزين مشارك ونقول لا واشتغلنا على حملة لا ولكن نظرا للمجهود اللي تعرضنا لها ونظرا بانه السلطة كانت ترغب عن يمر الدستور في تجاهة صوت واحد لايما ان المشاركة في الاخر اللي صباحة عباسية وانه ما فيش مساحة للرأي الاخر متاحة وبالتالي لاينا ان العملية لا توقف انتباع عن انها عملية ديمقراطية تتوفر فيها في كل صبل التعبير عن الرأي احنا مهتمين جدا ان انتخابات الرئاس تجرى في اطر ديمقراطية وان يتم فتح المساحات لكل مرشحين الرئاسة لعرض برامجهم ان يتم يقاف حملات تطفوا التشهير اللي متوجهة طوب ما يفكر في الترشح يتم ان جهز الدولة تمتنع عن دعم مرشحين بعينهم حتى يتم عمل عملية ديمقراطية فاهم لن تخرجنا من العزمة الحقيقة لو ادرنا ان احنا في التخابات الرئاسة القادمة نقري عملية استفتاء ديمقراطية بغض بنظر عن مين اللي هينجح ومين اللي هيبشر فيها اعتقد انه ممكن يحللنا عزمة سبيرة جدا وما اعتقدش موضوع الخيار الديمقراطي ده خيار احنا مختلفين عليه جميل او حد من دفعه مختلف عليه شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية وبرجع مرة تانية لضيفي على الهواء مباشرة وانت تتحدث عن أخطاء مرت بها التجربة الحقيقة ما اشار اليه الأستاذ أحمد يمثل بخلاف حتى الموقف السياسي المعلن لحزب مصر القوية مخاوف موجودة لدى قطاع حتى من الذين دعموا 30 يونيو في تقديرك هل يمكن أن تسيل الأمور في اتجاه الصوت الواحد مرة أخرى وهو الانتقاد الأبرز الذي يوجه لتجربة جمال عبد الناصر يعني شايف أنه التاريخ لا يمشي القوهقرة يعني مشيش الورا يعني مش احذر التاريخ التاريخ رجع للخلف لا التاريخ مش عربية ملاك يعني لا كلما أضافت الشعوب لبنة في حائط بنائها بيطلع المدمج بيطلع وحتى إذا حصل له خلالة والأخير إنما المدمج بموجود لا أظن من قريب أو من بعيد أن هناك من سيغامر ويضع السوسة التي ستنخر قوائم كرسي بإيده لأنه ثبت أن السوسة التي تنخر قوائم أي كرسة أي أن كانت الكاريزمة على الكرسي هي مصادرة الآخر دعلا أعتبر أن حضرتك احتردت الزكاء والعمدية هنا لا لا أنا عايز أقوله أنه أنا بفترض فيه كل الناس الزكاء وحسن الظن بكل الناس والعبرة في السياسة بما هو معلم وإذا كان الحد بتاع المرجعي الإسماعي اللي بتكلم عن الدستور لا أنا رأت سقطت على الدستور وشفت ناس قالت لأ وما كانش فيه توجيه باتجاه واحد حقيقي يعني وخلينا نحط المقاطع الحروف يعني عملية اللي أنا ما شاركش فيه يبقى كخة وتالى ما أنا ما شاركتش يبقى كله غلط ده كلام هو ده بقى نقض الديمقراطية هي دي المعارضة لمجرد المعارضة والمعارضة لمجرد الانتقاد ولمجرد الهجوم لا كان هناك عملية ديمقراطية والناس دخلت وفيه ناس قالت لأ في اللجان فيه ناس أطعت وبالتالي النسب كانت عالية جدا في الموافق إلا أرجع بقى له النقطة الأصلية نعم لابد أن أكون هناك تخوفات ولابد من الطب الوقائي قبل الطب العلاجي يعني أنا لما العيال بتصح الصباح يا ابني خد لك معالية عسل يا ابني خد لك شوية لمون يا ابني مثلا مش عارف إيه ما تتطب الوقائي اللي احنا محتاجين نمرسو حقا الطب الوقائي اللي احنا محتاجين نمرسو بالوقتي هو إنه إن الناس تتنادى من أجل هدف وطني محدد عندنا تحديات نعمل أول تقلق الناس متصورة المثقفين تحديدا وبتوع السياسة متصورين إنه القضية الأسية في مصر هي قضية الديمقراطية والرأي الآخر لا فيها حبيبي هجوم البحر عدلت وفيه هجوم الصحراء مش شرقوا من الغرب وفيه التهدد اللاحق لمياه النيل ما بقولش إنه ده حيلغي الديمقراطية أنا أقولي بنفس أولوية اللي عندهم رغبة في إنه إن حد يعمل مناورة عشان وحيكلاديك من الشجاعة إنك تعلن أسماء أصحابهم لا 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 ما أنا عندي الشجاعة وكل حاجة بس أنا لا أريد أن أتهم أحدا ما عنديش دليل المادة أمسكه يعني ما عنديش طبعا هي فيه طموحات إن حد بيناور علشان يقول طيب يعني ما عايزين حتة مضطرت حد من مرشح الرئاسة حد من مرشح الرئاسة مش عايزة مختملين يعني يعني نحن نعرف بعض من صفاتها طويلة أنا ما عنديش أسماء محددة أنا ما عندي خليها هواجس خليها في إطار الهواجس لا يجوز قدام شعب بيعتبر نفسه خرم التعريفة ودهن الهوى دوكو شعب شعب مرأة أعلى مؤهزة في الكلمة يعني ما ينفعش ما ينفعش حد يجي يعمل فهلاوي على هذا الشعب ما ينفعش السيس حيجي حينتخب حيك شايف كده أنا شايفه كده طبعا أنت شايفين في تجسد شخصية عبد الناصر لا لا أنت كناصريين شايفين خلينا نقول التريكي يعود نفسه والأشخاص لا تتكرر في جينات معينة ممكن يبقى فيه شبه ممكن يبقى فيه شبه فيه أنه بين مثلا فترة اللي فيها نهر وديجول ونيريري والأخير وكانوا كلهم مرابين من بعض وشبه بعض فيه نهر وديجول ونيريري دلوقتي دلوقتي ما قدرش أقول نسيس وعبد الناصر وما ينفعش أن أنا أقول أنه أب جزم لازم عبد الناصر لتريد عشان مصر تمشي خلينا نتكلم عن ما عبر عنه عبد الناصر عن المشروع الوطني والقومي الذي تبناه الشعب المصري وما زال يحلم أن يعمله من غير سلبياته وده المفروض أن يفكر فيه يعني البعض شخصانة الأمور أن عبد الناصر والسيس ده كلام غير ورج علميا المشروع المشروع اللي هننتكلم عنه يعني هناك مرشح يحمل على أكتافه هذا المشروع بقاله سنوات في قد نفسه به وهو السيد حمدين صباح وهناك متغير جديد شخص ظهر إلى الساحة مؤخرا وأصبها زي الشعبية الكساحة اللي البعض شايف فيها التماسل مع شعبية عبد الناصر أيهما أقرب للمشروع الناصري في وجهة نظرك الأقرب المشروع الناصري هو ليس الشاي الاختام عبد الناصر والرداء عبد الناصر لأنا ولغير وأنا أقدم منهم كله يعني أنا مربي الأجيال دي كلها الأقدر هو اللي هيصح الشعب المصري خمسة الصبح وهيقنعه أنه يصحى يصلي الفجر وينزل يشتغل حد كده بداستعير عبارة جمال عبد الناصر عمارة الفريق السيسي اللي هو قالها صحي المصري اللي هيقدر يعمل اللي هو اللي هو الراجل اللي عنده اليقة بدنية ينزل يجري مع زباطه ومع عساكره ساعتين ما ينهاجش عشان ما يعدش يعجز ويدوره على استراح على البحر الأحمر على البحر المتوسط ويقعد فيها طول النهر وطول الليلة ربي أحفاده عايزين حد يشق معنا عايزين حد زي باس جمال عبد الناصر مرة تانية برضو يبراكب القاطر لما يجيله منديل محلاوي في بصل أو شوية مش فيقول لي فتح ردوان شايف يا فتح الرسالة اللي جات لي قالوا ما فيش وراء رئيس قالوا لا الرسالة دي المنديل ده في حد حذف عليها سرة منديل محلاوي من المربعات ده فيها مش وفيها بصل وفيها بتاو بيقولولي انت فاشل لان الصورة لم تنجح انها تنقذنا من العيش والبصل والمش او من البتاو والبصل والمش هذا الحس سواء بقى عند السيسي عند جرجس عبد الملاك ما تفرقش عندي اللي يفرق عندي هو من يستطيع ان يتقدم بهذا الشعب على محاور مختلفة نمرت واحد انه يحتنم صورة هذا الشعب ورغبته في الحرية والحرية الايجابية انه بقى عنده حرية رأي وحرية اختيار ويتبقى عصمة الشعب في ايده مش في ايدنا حد تاني حد ييجي يقول ادي مشاكل مصر ويصرحنا ما ينايمناش يعني يطير النم من عيننا اللي ما يقول لنا ادي الانتاج ادي الشركات المعطلة ادي التلاوس اللي في المياه ادي التلاوس اللي في التربة ادي انتاجيتنا من الامح ادي العصفير بتاكل كم طنة امحي من ايديك وانتو مش قادرين تمسيكه زي الصينيين هلو حدي يمسك صفيحة ويخبط عليها عشان العصفير لما بتطير نص الساعة بتموت طب ايه اللي مخلي حدرياتك متصور للفريق السيسي اقرب ومشير السيسي اقرب لهذا المشروع مثلا من حمدين صباحي مثلا انا بتكلم بشكل مجرد يمكن انا هتبعش هاتي مجروحة لانه انا عرف حمدين كويس فمش هتكلم عن حمدين وعن السيسي هتبعش هذا مجروح وانا اقرب اقرب لمن تتفق حول الجماهير لمن يعبر عن حس الجماهير سواء كان حمدين او سيسي او سين من الناس اللي عايز اوصل له في الاخر ان القائد او الزعيم او الرئيس العادي بقى يبقى موظف في درجة رئيس الجمهورية وفاهم حدوده لو جاه يعمل لنا بقول عليه ده لو تصادف ان حد جاه بيصحى منهم ثلاثة ظهر وتوقيت البلد تغير لا ما يلزمنيش لو حد جاه مش معروف له سجل عمل اشتغل ايه وتطوره ايه وبياكل منين وعايش منين طول عمره ما يلزمنيش ايه حتى لونا شخصية طيب السؤال هنا البعض لدي مخاوف من عودة وجوه صار عليها الشعب المصري مرة اخرى ويخشى ان يكون اي من المرشحين تحدي خلينا نقول الفريق عبد الفتاح السيسي هناك ظاهرة مقلقة لبعض طيارات الشارع السوري وهي التفاف بعض الذين قامت ضدهم السورة علي انا عندي نفس المخاوف وكتبت عدة مقالات عدة مقالات وبقول فيها اتمنى مش اتمنى على هذه الوجوه الكالحة هذه الوجوه الكالحة الباردة التي هبرت ونهبت واساءت لكل ما هو شريف ونبيل ان تلزم مواقعها لانه المرة الجاية اذا كان المرة دي مفيش مشانئ ولا فيه كذا حيبال شعب المصري حيستخدم السلاح القديم بتاعه اللي هو سلاح التجريس طيب فاندر يعني هذه النوخة اللي حيبتقول عليها والوجوه اللي حيبتقول عليها شئنا وقابينا كانت جزء من تحالف 30 يونيو لا لا غير صحيح هذا كلام غير صحيح هذا كلام لتشويه 30 يونيو ولا اظن ان هذه الوجوه التي اساءت وصرقت ونهبت وقصرت وكانت ترتعد امام الهانم ابنها وهنا تنتفي الرجولة مش الزكورة بقى الرجولة الذي ارتعج امام الهانم ابنها والذي باع هذا الوطن ها والذي كسب كسبا حراما لا مكان له ولا اعتقد ان نشارك في 30 يونيو لانه خاف ينزل في وص الجماهير انا نزلت في 30 يونيو ولم ارى وجها من هذه الوجوه جميل النقطة التارية اللي بنستدعي فيها التاريخ ونحاول ان احنا نفهمه هي النقطة المعركة التي حدثت في الخمسينيات والستينيات بين مشروعين كبيرين مشروع الاخوان المسلمين ومشروع جمال عبد الناصر بكل المعايير اللي حضرتك تحدثت عنه جمال الاخوان المسلمين وقتها كانوا مجرد تنظيم ليس لدهم لم تتداد دولية ولا تسليح زي الموجود الان هل تتصور ان تحسم المعركة بنفس الطريقة ولا عليها ان تجد آليات مختلفة كيف يمكن ان نعيد اللحمة للشرع المصري هو اللي عاز اقوله ان المشروع المسلمين اذا كان المشروع هو الوثوء الى كرسي الحكم يبقى ايش مشروع يبقى شكل من اشكال الطبوح الذاتي لتنظيم او لجماعة انها تخب الى الحكم عشان تحقق لما جاء نشوف التركيبة الاقتصادية هكتشف ان هما من ارض اسوأ الرسمالية الشركات الصرافة الشركات الريعية تجارة نص الجملة التوكلات الخارجية نجيب شوية اكل مصصين ولا من تركيا ونبيع للناس ارخص شوية مثلا لما هنبيع كتير هنكسب وليلي على مشروع واحد انتاجي او انتاجي او تحويلي اه او استثمار في ما هو ثقيل في هذا الوطن طب لكن الجانب الاخر وهي جوانب اخرى اضيفة للمشهد العنف والكسرة العددية والتوغل والامتدادات الدولية ازي تم التعامل هو شو اظن 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 انه 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 الجسد الحي المصري قادر انه يجدد خلاياه وقادر انه يلفز السموم وحياخد فترة زي بالظبط اللي يكون دخل جسمه كوكايين او هيروين او اي حاجة من الادمان بيقعد شوية الكبد تعبان وبيحصل شوية نزيف بيحصل كذا بس التعافي بيبقى تراكمي التعافي تراكمي عندما كشف الامر وكشف الغطاء عما عما يظنون انه امتلكوا الحقيقة المطلقة وعن اصحاب المرجعية التي تتسطر باسم الدين انا اظن انه لان يضحك على الشعب المصري مرتا اخر التأكيد على ذلك انه لا اظن انه احدى من الشعب المصري من الكتل الكبيرة اي ان كان وعيه يقبل باللي بيحصل من حر وتدمير وخراب بيوت ويطلق نار محدش في الدنيا هينبسط لما ولادنا يموتوا في سيناء او لما زباطنا يموتوا في تقاطعة الشوارع او لما كلنا قاعدين مع الاسف الحقيقة المرة ان البعض فعلا بينبسط ويهلل ويحرد على ذلك وزي مسألة الحقيقة ان عايزة استمع لرأيك مخاوف من ان بعض ايا كان العدد حتى لو كان قلة سيربي ابنائه على احتقار وكرهيط كل ما تربينا على تقديسه من وطن وعلم ونشيد وجيش وكل دلك كيف سيتم التعامل مع هذه الزهرة في رأيك هيتم التعامل في ظن انا انه التعامل يتم على مراحل مرحلة الاولى هي مرحلة تقوية الاجزاء السليمة في الجسد المصري نبتدي نقوي اجزاءنا السليمة يعني نعمل تعليم كويس وثقافة كويسة وصحة كويسة وزراعة كويسة وإقلاعة كويسة وصناعة كويسة فنبتدي نقوي الخلايا الحية مجرد ما تقوي الخلايا الحية هتبتدي تضمر الخلايا الضعيفة زي الكالو لو جبنا الخلايا الحية هتبتدي هذه الخلايا الضعيفة تبتدي تتأور لوحدها كده وتسقط تسقط فلابد من أولا أن نقوي خلايان الحية خلايان الثقافية والحضارية والإنتاجية ونعرف كل الأجيال السليمة وكل الأسر السليمة إن احنا مصريين وإحنا عرب وإحنا مسلمين وإحنا مسيحيين وإحنا جزء من العالم وجزء من ثقافة العالم النقطة الثانية تكفيف منابع الخلال المريضة وهي منبعين منبع المال والإمكانيات ومنبع الفكر مش هقول اللم وكتب سيد قطب ولا أبو الأعلى المودودي ولا محب دين الخطيب وحسن البنة وحرقوها لا عايز أقول أنا لما باكتب في هذا الموضوع بذكر بجيب ابن تينية وبجيب حسن البنة واقعد بالثلاث ايام والأربح ايام مقطوع أشتغل على هذه المصادر المراجع عشان أنا قش أرد عليها لابد من مواجهة فكرية وتكفيف هذه المنابع الفكرية ويبتدي برامج درس نمر الثلاثة أن احنا نطور برامجنا الدراسية بقى يعني زي أولادنا مفروض تتعلم التعاون مع الآخر مش الآخر المسيحي موضوع الخطر الآخر اللي في الشارع في إشارة المرور الآخر اللي في العمارة على بسط السلم نفسها اللي بيرمي الزبالة قدام جاء موضوع علاقة مع الآخر العلاقة مع الآخر يغيب أن تطور ابتداء من بسط السلم في العمارة الوحدة وليس انتهاء بالمرور في المدينة العامة يعني تكفيف المنابع يبدأ بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم طبعا والثقافة طبعا طبعا أنا بشكر حضرتك الكاتب الصحفي والمعاريخ والقيادي الناصري الأستاذ أحمد جمال وأنت دائما متعلقة إن شاء الله شكرا جدا لحضرتك شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون يوم أجمل حتى ألتقيكم في هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي مونة سلمان إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة